فعاليات الثقافية والسياسية والإعلامية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية المهتمون من الإخوة والأخوات الكرام في كل أمر يتعلق بالأبحاث العلمية العالية ولا سيما ما يتعلق بأبي عبد الله الحسين عليه السلام تحديدا أهلا وسهلا بكم جميعا في المؤتمر العلمي الدولي السابع لزيارة أربعين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه الحسين ليس ملكية خاصة الحسين الذي حوصر هنا في كربلاء بجانب هذا الفرات هو نفسه الذي حذف بمحاصرته حدود الأمكنة من خريطة العالم فلماذا يحاصره البعض مرة أخرى من خلال لغة الاستملاك ووعظ الاستملاك لقد شاطر الحسين عليه السلام الإنسان في الجنس واللون والدين والإتن والجغرافيا المسير الحسين باتجاه الإنسان كنوع والإنسان باتجاه الحسين كملهم أنا أرفض أن نفسر الحسين عليه السلام أنا أؤمن بأنّتك الحسين يفسر نفسه ليس بعد أوضح من دم الحسين عليه السلام مفسرا قيمة هذا المؤتمر أنه فهم الحسين عليه السلام وانسجم مع روح الحسين العابرة وتطلعاته الإنسانية الكبرى وأقر بالاختلاف الودود واشترك معكم في عالمية الحسين عليه السلام إن روح الحسين التي جرفت سور الحصار الجغرافي بالتضحية ستجرف أيضاً سور الحصار الاستملاكي ولكن هذه المرة ربما بحزن وأسى خمسة مشاهد كبرى كافية ليقبل العالم على الحسين بكل تلقائيته وعفويته وانسياقه الطوعي المتلهف فهل علمتم أيّتها السيدات وأيّها السادة أين تكمن قيمة هذا المؤتمر قيمة هذا المؤتمر في أن دوره أنه عبد السبيل أمام الباحثين ليصلوا إلى الحسين وترك الحسين يتحدث عن ذاته وهي قيمة نوعية مختلفة عن الأسلوب الوعظي الملق قيمة هذا المؤتمر أنه أفصح في المجال بعيداً بعيداً ليصل كل من يرغب أن يصل إلى الحسين فينال من الحسين عليه السلام ما تشتهي نفسه وما أكثر ما تشتهي النفس في رحاب الحسين عليه السلام الحسين يقدمه لكم المؤتمر لا يحمل بطاقة شخصية مكتوبة عليها شيعي سني ماروني كاتوليكي أرمني بوذي وإنما قد صبغ دمه كل هوية تحمل مظلومية الإنسان في هذا العالم أنا سهاد ونوم الناس قد غلس متى تحايل يغري أدفع النعس ولي حبيب إذا ما زارني حلوماً أبدلته بهواء الأرض لو همسا ما زال مركب قلبي مبحراً فإذا مر الغرام برمضاء الطفوف رسى هنا بلادي رحال الليل ما فتئت من كل فج عميق تنشد القبس لا يعقب الضوء فيها لو تطوف على حوض الحسين بدمع العاشقين مسا هنا أسى الماء شيء ليس يمرئه في كل حلق على غصاته يبسا قد جئتك اليوم في شعري لتسترني أليس يكفي رداء الشعر من لبسا إليك قربة روحي إنها رشحت وماءها لك دمع هامل وأسى قال الفرات يجافيه ومن معه يحيد يخشى صفوف الجيش والحرس وكان إصبعه المبتور فوضه رب الوجود بأمر الماء فانبجسا شابهته بدمي فالشابهان دما هذا لأن ظل يجري ينشئ النفسا وذاك لم يستطع رفدا لسيده وظل يجري بعيدا رائقا سلسا لو لم يرده حسين أن يفيد على كل البلاد لرد الماء واحتبسا من جديد نرحب بكم جميعا وننصت إلى آيات مباركة مما تيسر من كتاب الله الحكيم ثم قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق والإسلام للمقرأ الأستاذ كريم منصور ترجمة نانسي قنقرأ الأستاذ ترجمة نانسي قنقرأ الأستاذ ترجمة نانسي قنقرأ الأستاذ ترجمة نانسي قنقرأ الأستاذ نانسي قنقرأ الأستاذ ترجمة نانسي قنقرأ الأستاذ نانسي قنقرأ الأستاذ ترجمة نانسي قنقرأ الأستاذ ترجمة نانسي قنقرأ الأستاذ 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 ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنًا نزد له فيها حسنًا إن الله غفور شكور بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم دقيقة صمت وقوفاً ثم قراءة الفاتحة لأرواح شهداء العراق والإسلام أحسنتم جزاكم الله خير كلمة الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة الأستاذ الحاج حسن رشيد جواد العبايجي فليتفضل ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله السميع العليم والشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق من الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين الأخوة والأخوات الحضور مع حفظ مقاماتكم وعناوينكم الدينية والعلمية السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ترحب الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وعلى رأسها سماحة المتولي الشرعي العلامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي أعزه الله بهذا الحضور المبارك من العلماء والفضلاء والمؤمنين والمحبين والموالين لأهل البيت عليهم السلام والذين تجشموا عناء السفر من داخل وخارج العراق ونحيي هذه المشاركة الكبيرة بقلوبكم العامرة بالمودة والإيمان لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ونسأل من الله العلي القدير أن يشملكم بعطفه ورحمته ورعايته إنه سميع مجيب وقف الزمان على ضريحك سائلا ما السر فيك كل يوم يخطر والناس تبكي بالمجالس كلما اسم الحسين على المنابر يذكر والمجد لا يهوى البقاء بمعزل بل كان فيك المجد دوما يفخر أنت الذي أبقيت دين محمد ووهبت رب العرش طفلا ينحر قف يا زمان قف يا زمان الآن فخرا وانحني هذا الذي أفنى ملوكا سيطر باق على مر السنين وكلما ينهار جيل ألف جيل يظهر هذا الحسين وكم حسين عندنا ما بال هذا الجهل مننا يسخر أفلا يرون برغم كل جهودهم حب الحسين بكل قلب يكبر إن النهضة الحسينية ذات وجوه عديدة ولها عدة جوانب وأبعاد ومن وجوه هذه النهضة وثمراتها تلك الزيارة العظيمة زيارة الأربعين التي من فكت تتعاظم وتكبر في عيون المسلمين وغير المسلمين فهي رسالة واضحة إلى العالم وطريق لإيصال رسالة الإسلام والإنسانية في العصر الحديث وقد أسهمت إسهاما كبيرا في نقل الصورة الإيجابية عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن طريق تلك المسيرات المليونية وما يرافقها من ذكر مآثر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وتضحياتهم في سبيل نصرة الإسلام والحق والإنسانية لقد تركت زيارة الأربعين بصمات جلية في تاريخ الإسلام لأنها لم تكن هامشية أو طارئة تظهر حينا وتختفي حينا آخر فهي حدث خالد بخلود واقعة كربلاء وأحاديث استحباب تلك الزيارة ما زالت تحفر في ذاكرة الزمن خلودها الأبدي وقد أولى الأئمة المعصومون عليهم السلام زيارة مرقد الإمام الحسين عليه السلام عناية فائقة واهتمام خاص وحثوا أصحابهم عليها على أنها من شروط الولاء والمودة لأهل البيت قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة صدق الله العلي العظيم وعدوها من شروط الإيمان كما في حديث الإمام الحسن العسكري عليه السلام ووصفه هذه الزيارة من علامات المؤمن وفي حديث للصحاب الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري عند حضوره زيارة الأربعين قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب قوم حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم فهي مناسبة إمسانية اكتسبت شهرة عالمية يشترك فيها الناس باختلاف دياناتهم وطوائفهم وألوانهم متخذين من الحسين عليه السلام رمزاً ثورياً ونبراساً للتحرر من الطغيان ولهذه الزيارة بعداً فلسفياً فهي تمثل اليوم صورة حية لنصرة حقوق الإنسانية والطريق إلى الحرية ورفض الظلم وأصبح هذا التجمع العالمي على اختلاف القوميات والجنسيات والمشارب منطلقاً إنسانياً وتحررياً لكل الشعوب في مشارق الأرض ومغاربها فلم تكن محددة بزمان أو مكان ولا بقومية أو شعب أو دين فالإمام عليه السلام أطلق بيان النهضة الأول في كلمته المشهورة أني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أدرك الخطر والانحراف في الدين الإسلامي والإنساني من قبل حكام بني أميته من الطلقاء وأبناء الطلقاء وقد أكد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله الدور الكبير للإمام الحسن وأخيه الحسين عليهم السلام في قوله لي الحسن والحسين إمامان قاما أو قاعدة إن الزيارة الأربعين آثار وفوائد روحية ومادية لا يمكن الإحاطة بها فهي مناسبة للتلاق الفكري والتواصل المعرفي ونقطة تلاق بين المسلمين أنفسهم وغير المسلمين ومن شتى بقاع العالم ومن شتى بقاع العالم في تظاهرة دينية تتجلى فيها مشاعر الإخاء والمحبة والوئام والتعايش والإيثار والتضحية في سبيل الآخر وقد شهدت الزيارة الأربعينية بروز حالات إيجابية من العطاء والتفاني والتضحية والكرم والضيافة بالإضافة إلى مجموعة من الدروس والعبر وتقديم الموعظة للناس أجمع واقتساب ثقافة وأفكار جديدة وفي هذه الأيام ترجمة نانسي قنقر الذي تشهد هذا التجمع المليوني هناك حملة تشويهية لتعتيم هذا المهرجان العالمي وحجب الضوء عنه من خلال نشر الإنحلال الأخلاقي وتفكيك روابط الأسرة الإنسانية والمسلمة بفرض القوانين الشاذة والمنحرفة التي تؤدي بالمجتمعات إلى مهاو الرذيلة والفواحش باتباع حرب إعلامية ناعمة أشد فتكا من الحرب العسكرية وتعضيدا لأبعاد هذه الرسالة العظيمة للإمام الحسين وأهل بيته والأدوار الكبيرة التي تصدى لها الإمام زين العابدين عليه السلام وعمته عقيلة بني هاشم زينب الكبرى عليها السلام في مواقف إعلامية وبطولية عظيمة لذلك لا بد من استلهام الدروس والعبر والمواعظ من هذه الزيارة المباركة بأبعادها الروحية والدينية والفكرية والإنسانية ليبقى نورها يشع في قلوب عشاق الإمام الحسين ومح عليه السلام ومحبي نهضته ويبقى صداها يقض مضاجع وأركان الظالمين في كل مكان وزمان فنقول أولا إن زيارة الأربعين هي من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فهي من تقوى القلوب وهي تذكير بالتعاليم الإلهية والقيم الأخلاقية ومبادئ الجهاد والتضحية والإيثار والفداء وكل القيم السامية وهذه الزيارة هي الاستذكار عظمة وقدسية هذا العمل فلابد من احترامها وتوقيرها وإجلالها بالقداسة والاستعداد لها بالتطهير الجسماني والروحي والاستخفار والذكر والتسبيح وأن نعيش أجواء حزينة والابتعاد عن كل ما يوهن هذه الزيارة العظيمة وفي هذا المقام فنحن نتمسك بالوصاية الكبيرة والمهمة التي أعلنها مكتب سماحة المرجع الدين الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسين السستاني دام ظله الوارف فهو القائد الروحي الأعلى في زمن غيبة إمامنا وقائدنا الإمام الحجة المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ثانيا اتباع أفضل الأخلاق والصفات الحميدة الحسنة من التعاون والتسامح والاحترام المتبادل والمحبة والإيثار والكلام الطيب والصبر والتحمل وسعة الصدر وتقديم المساعدة لكل من يحتاج إليها لتكون الزيارة خطوة على طريق تهذيب النفوس على هذه الأخلاق الفاضلة وأن نتصدى إلى كل من يحاول تعكير أجواء هذه الزيارة ويشوه صورتها الروحانية والعقدية من المندسين والمغرضين خصوصا الأصوات المعادية التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي في مثل هذه المناسبات ثالثا الاهتمام التام بإداء الواجبات الشرعية بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وخصوصا إداء الصلوات في أوقاتها وعدم التهاون فيها فقد ذكر في مقتل الإمام الحسين عليه السلام أن الصحابي الجليل أبو ثمام الصائد قد ذكر وقت الصلاة وقت صلاة الظهر والسيوف والنبال والسهام فوقهم على أشدها فرفع الإمام عليه السلام رأسه إلى السماء وقال له ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين والذاكرين كما أن الأئمة الأطهار كما أن الأئمة الأطهار أكدوا الحفاظ على وقتها يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لن ينال شفاعتنا من استخف بأوقات الصلاة رابعا إن من عظمة هذه الزيارة هو استذكار مواقف رمز المرأة المسلمة وشجاعتها جبل الصبر وأم المصائب العقيلة زينب ابنة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والسير على خطاها لسمو مكانتها وجلال قدرها ورجاحة عقلها فهي عالمة غير معلمة وعلى النساء المؤمنات التأسي بسيرتها العطرة وهذه فرصة كبيرة لتعظيم دور المرأة في تربية وتنشئة الأجيال على خط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام خامسا دعم وأسناد القوى الثورية والتحررية تجسيدا لصرخة الإمام الحسين عليه السلام يوم الطف ألا هل من ناصر ينصرنا وهل من موحد يخاف الله فينا وهل من مغيث يرجو الله في إغاثتنا فقضية تحرير القدس ونصرة الشعب الفلسطيني خير من يستحق تلبية هذا النداء الحسيني الذي بقي الآن بمعزل تماما ويستصرخ العالم وشرفاء العالم ويستصرخ شعوب العالم وشرفاء العالم والأمة الإسلامية لنصرته وتحريره من الكيان الصهيون الغاصب سادسا نحن بحاجة إلى إنشاء محطات إعلامية عالمية في كل بقعة من بقاع العالم ترتبط بزيارة الأربعين وتحت عنوان صدى الأربعين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية لتأسيس ملتقى إنساني وروحاني تلتقي فيه جميع الأديان والقوميات ولكافة شعوب العالم وليكن كل واحد من الأخوة الحضور داعية إنسانية وروحانية لنشر رسالة الأربعين وأهدافها السامية والنبيلة وكل واحد من موقعه ولتكن هذه المنابر الإعلامية رسالة مضادة للهجمات الإعلامية الغربية التي تسعى إلى استهداف هذه التظاهرة المليونية إن زيارة الأربعين بكل أبعادها إنما تؤكد نجاح نهضة الإمام الحسين عليه السلام وقدسيتها وشرعيتها للعالم والتي هي رسالة جده المصطفى صلى الله عليه وآله لذلك لا بد من تأسيس مبادئ الإباء والتضحية في نفوس المسلمين وغير المسلمين فمنهاج الإمام فمنهاج الإمام هو مناراً ونبراساً للثائرين والأحرار في العالم منذ استشهاده وإلى قيام الساعة ثامناً الحفاظ على حرمة وقدسية القرآن الكريم الذي يمثل عقل وقلب كل مسلم من خلال إحيائه بالمحافل القرآنية في المجالس والجامعات والمدارس والبيوت ولا تكونوا كالذين وصفهم القرآن الكريم قال تعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً صدق الله العلي العظيم فمن أهداف هذا المؤتمر هو تعظيم حرمة القرآن الكريم والحفاظ على قدسيته بأموالنا وأنفسنا تاسعاً تعزيز مقومات الوحدة الإسلامية والإنسانية فجميع الزائرين من المسلمين وغير المسلمين يهتف لبيك يا حسين فهذه الصرخة تشكل منطلقاً وحدوياً للمسلمين وغير المسلمين وأن يسود التعايش السلمي بين الشعوب من خلال التفاعل الإيجابي مع كافة زوار الإمام عليه السلام وعدم التهاون مع أي شخصية تحاول شق عصى هذا التجمع الإنساني والروحاني العظيم عاشراً إن من تجليات هذه الزيارة العظيمة هو تجشيد صفات القائد والحاكم المتسدي لقيادة الأمة وكما أعلنها الإمام الحسين عليه السلام عندما خاطب الأمة قبل استشهاده فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب والقائم بالقصد والدائن بدين الحق والحابس نفسه عن ذات الله فالذي لا تتوفر فيه هذه الشروط لا يجوز له التصدي للحكم ولا يجوز طاعته قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي آيات أخرى هم الظالمون وهم الفاسقون وأخيرا نتمنى لهذا المؤتمر العالمي لزيارة الأربعين النجاح والقبول بما تخطه أناملكم وأصواتكم لنصرة الحق والعدل والحرية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطروا قلوبكم مجدداً بالصلاة على محمد وآل محمد كلمة حوزة العلمية في النجف الأشرف وصماحة العلامة الأستاذ محمد علي بحر العلوم فليتفضل ببركة الصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخاتم رسله محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم أيها الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته ورد في زيارة الأربعين فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبدل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة وهكذا شاءت الإرادة الإلهية أن يكون الحسين عليه السلام في حركته الكبيرة في كربلاء يكونة تهتدي ويهوى أصباح هدى يهتدي به من يريد الحقيقة ومن يريد أن يسير على طريق الحرية ومن يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى إذا كانت عاشراء هي مظهر الحزن وتظهر فيها ويظهر فيها المحبون مواساتهم وتأثرهم وتفاعلهم مع ما جرى على الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه فإن الأربعين ومسيرة الأربعين وزيارة الأربعين تمثل هبة الأنصار وزحفهم زحف الأنصار ليعلنوا نصرتهم للحسين عليه السلام من كل مكان من كل بقاع الأرض تأتي ويأتي المحبون لكي يعلنوا هذا التأييد وهذه النصرة اليوم في مسيرة الأربعين تظهر فيها كل معاني الحب والولاء والتعاون وكل المفاهيم النبيلة والقيم السامية تظهر في مسيرة الأربعين لتدلل على أن وحدة المقصد تجعل الجهود متضافرة وقداسة المقصد تجعل النفوس تتعالى عن الصفات الدنيئة وترنو بوجهها وبنظرها إلى صفات الجمال والجلال وحدة المقصد ووحدة الهدف التي تجمع هؤلاء الزائرين وتكون هي المحور الأساس في حركتهم تجعلهم يتناسون مصالحهم الخاصة تجعلهم يرجحون المصلحة العامة وهي وصول الجميع إلى مقصدهم وحدة المقصد تجعل هناك ثقة آلية بين بعضهم البعض هذه الثقة التي تظهر في الاستقبال وفي الحفاوة وفي الاعتمان على المنزل والدار وحدة المقصد تجعل ذلك التعاون يظهر بمظهره وبأجمل مظاهره لأن الجميع لهم هدف واحد ولهم مقصد واحد فلا تكون هناك مصالح خاصة ولا تكون هناك أهداف خاصة وإنما هناك مصلحة عامة هدف عام مقصد واحد محور واحد يتوجه إليه الجميع فلذلك تجدون الثقة ورعاية المصلحة العامة والفتاح لبعضهم من بعضهم على البعض الآخر وحدة المقصد تتضافر الجهود من أجل إيصال الجميع إلى مقصده قداسة المقصد تضفي على المقصد صفة أخرى تجعل النفوس تتعالى عن الصفات الدنيئة لأن المقصد والهدف إذا كان هدفا إلهيا فإن النفوس تنظر إلى ذلك الهدف الإلهي وترنو بنظرها وتسعى بنفوسها إلى الاتصاف بإصفات وأخلاق الأنبياء والأولياء والصالحين لأن قداسة الهدف قداسة الهدف تحتاج إلى نفوس تليق بهذا الهدف ويسعى الإنسان من خلال عمله من خلال جهده إلى أن يكون لائقا بذلك الهدف الإلهي لذلك نجد أنه في هذا الهدف المقدس تعالي الناس وتعالي هؤلاء السائرين عن الأخلاق الدنيئة والصفات الذميمة وإنما نجد كل الصفات الحميدة وكل الأخلاق النبيلة تنتشر بين هؤلاء السائرين والخادمين لهؤلاء الزائرين ولهؤلاء السائرين إذن وحدة الهدف وقداسة الهدف أمران إذا اجتمع ينتجاني مسيرة الأربعين فالمصالح الخاصة التي تعتمل في نفس كل إنسان في حياته الدنيا وفي حياته العملية تذوب في هذا الطريق وسعي الإنسان إلى مصلحته الخاصة تتلاشى لأننا أمام مصلحة عامة وأمام هدف عام الكل يسعى نحو هذا الهدف الثقة والإطبئنان الذي يكون بين الزائرين بين المشات وبين من يخدمونهم وبين جميع من يشترك في هذا الطريق هذه الثقة من شاءها هو وحدة هذا الهدف وإطبئنان الجميع بأن الجميع يريد ذلك الهدف المقدس لذلك مسيرة الأربعين تعطينا هذا الدرس وتعطينا هذه المعادلة التي إذا استطعنا أن نثبتها وأن نحققها في حياتنا الدنيا فإن حياتنا كلها سوف تكون أربعين وإن حياتنا سوف تتحلى بهذه الصفات وهذه الأخلاق التي نحتاجها دوما والتي نكون دوما والتي نراها دوما في هذه المسيرة وفي هذه الزيارة اليوم هذه الزيارة بما حثه أئمة أهل البيت سلام الله عليهم لأنصارهم ولأتباعهم لكي يحدث هذا التغيير الحقيقي في حياتهم العملية في كل عام نعيش هذه التجربة في كل عام تتكرر هذه المرحلة في حياتنا من أجل أن تتبلور وأن يحدث ذلك التراكم وتلك التجربة العملية التي نحياها تحدث تغييرا حقيقيا في حياتنا وفي نفسنا في أيامنا الاعتيادية تتقاطع المصالح تتضارب المصالح تتقاطع الأمنيات والأحلام بين الناس مع بعضهم الفعض فينشأ الصراع والقتال وتكون هناك الحيل والمكر والخداع لأجل أن يصل كل إلى هدفه الخاص لعدم وجود هدف واحد لعدم السعي إلى مقصد واحد تتعدد الأهداف فتتضارب المصالح مسيرة الأربعين مستجربة عملية كيف أن وحدة الهدف ووحدة المقصد تجبر الناس وتجعل الناس في مسير واحد فإذا كان ذلك الهدف هدف مقدس هدف إلهي فإن المسيرة كلها سوف تكون نحو الله ونحو الصلاح ونحو الخير فلا نتعجب بعد ذلك لما نراه من تلك الملحمة الأخلاقية وتلك البطولة التي نراها في نفوس الناس وفي سعي الناس وفي حرقة الناس في التفاعل مع هذه المسيرة وفيما يبذلونه لأن الهدف وقدسية هذا الهدف وصحة هذا الهدف وارتباطه بالله سبحانه وتعالى يغير النفوس هذه الحقيقة التي تجعلها أمامنا مسيرة الأربعين وهذه المعادلة التي تجعلنا مسيرة تجعلنا مسيرة الأربعين نحتاجها في حياتنا العملية فهل تستطيع الدول وهل تستطيع المجتمعات أن تخلق توجد لكل مجتمع حدفا مقدسا يسعى إليه المجتمع هل نستطيع أن نوجد أهدافا ولو مترامية تحمل قدسية ويتجه إليها الناس ويتتجه إليها البشرية بلا شك إذا استطعنا وإذا تمكن المخلصون ما أن يحققوا تلك الطفرة وتلك النقلة النوعية في تحديد أهداف مثلى وكبرى للبشرية فبالتأكيد سوف تسير البشرية نحو عصر الظهور ونحو الإمام المهدي سلام الله عليه مسيرة الأربعين كما يصفها البعض مدينة فاضلة ركائز المدينة الفاضلة فيها تنظيم اجتماعي تنظيم مجتمعي من عامة الناس سببه وهذا من الأمران وحدة الهدف وقداسة هذا الهدف يضفي إلى بعده الشخصي بحيث أن يبقى الإنسان طيلة هذه الفترة على اتصال وارتباط بمقصده وهدفه طيلة عشرة أيام عشرين يوما هو مرتبط بالحسين سلام الله عليه ومرتبط بالله ومرتبط بهدفه هذا الارتباط الذي يأخذ منه كل كيانه فيرى أن كل ما يعمله هو من أجل الحسين هو من أجل برضاة الله هذا الإدام والارتباط ارتباط تطول مدته طيلة هذه المسيرة هذا بعد شخصي اجتماعي بالإضافة إلى ذلك الأجل والثواب والجزاء الذي يقضيه الإنسان في هذا البعد عندما يرتبط بهدفه ومقصده ويلتحم معه من أجل أن يربي نفسه يهذب نفسه فبالتالي نرى تجلياته هذا الهدف وتجليات ذلك على البعد الشخصي في خلقه في تصرفاته في أفعاله في كيفية تعامله صور أطفال يموتون قضاء وقدرا فنجد فلا نجد ذلك الانفعال وتجليات تلك المعاملة وذلك رد الفعل رد الفعل الذي ينبه عن صبر وعن احتساب وعن طلب للأجل والثواب من أبي عبد الله الحسين هذه الروحية وهذه هذه الشخصية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الإنسان مرتبط بهدفه وهذا الارتباط هو الذي يؤثر في روحية هذا الإنسان ويحقق ذلك التغيير ما دام مرتبطا فهذا الأثر في هذا البعد الشخصي والدفسي وأثر هذا الارتباط بالهدف وقدسيته يظهر في البعد الاجتماعي في هذا التلاقي وهذا الاجتماع المهيب الذي نراه يزداد يوم بعد يوم قالوا إنها فترة مؤقتة وسوف ينصرف الناس عن الأربعين وعن هذا المسير لكن هذا المسير أضحى يتكامل سنة بعد سنة وأضحى وأصبح يأخذ بعدا آخر سنة بعد سنة وأصبح هناك أناس جدد لم يروا هذا الطريق تعرفوا عليه ويأتونه وأصبحت أمنية وحلماً أن يأتي الزائر إلى هذا الطريق ليرى ويتأمل ويعيش هذه التجربة تجربة عملية تجربة عملية كيف يكون الارتباط بالهدف المقدس الواحد مؤثراً في شخصية الإنسان فلذلك فلذلك نرى هذا الإقبال في كل سنة يزداد ويزداد نتيجة هذا الشعور وكذلك من تأثيرات ذلك الأمر هو عزة الانتماء أن الذي يسير في هذا الطريق يشعر بانتماء إلى هدف مقدس من أعلى المراتب هذا الانتماء وعزة الانتماء يضفي للإنسان عزة ويصبق ويكون وتكون هذه العزة ظاهرة بحيث يفتخر بها أنا من السائرين أنا من الخادمين أنا كنت في هذا الطريق ويستشعر البعيد أيضاً عندما يرى تلك الصور يقول أنا أنتم إلى هذه الجماعة أنا أنتم إلى هذه الفئة هذا الانتماء وعزة الانتماء هي من بركات هذا المسير ومن بركات ذلك لهذا الارتباط مع أبي عبد الله الحسين قضية الحسين انتشرت بشكل واضح بسبب هذا المسير وبهذا الجهد المتواصل الذي قضاه هؤلاء الأنصار وأده هؤلاء المحبون وحدة المؤمنين توجه الناس انتشار القضية الحسينية هذه كلها من بركات هذا المسير ومن بركات هذه الزيارة زيارة الأربعين زيارة الأربعين تستحق أن يُعقد لها مؤتمرات وأن ينظر لها الباحثون الاجتماعيون يدرسونها كيف يؤثر الهدف المقدس في الناس وكيف يمكن جعل وحدة الهدف هو مسار تتجه إليه الأمن وتتجه إليه البشرية البشرية تحتاج إلى أهداف المقدسة ما نشهده اليوم من توجيه البشرية إلى أهداف اللا قيمة لها إلى مبادئ لا تضفي للبشرية ولا تزيد ولا تعطي للبشرية ولا تمنحها أي خير بل تزيد فيها وبالها وتزيدها بشقة وعناء ما نشهده في عالم اليوم هو توجهات لكي يسير المجتمع الإنساني إلى نهايات غير واضحة إلى فرض إرادات ليس فيها أي نفع ومخالفة لفطرة الإنسان ولطبيعة الإنسان تحتاج مسيرة الأربعين إلى نشر هذه الفضائل وأنها تجربة عملية تكون دليلا على تحديد أهداف مقدسة نبيلة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى لكي تدفع البشرية ولكي تسير البشرية إلى تلك الأهداف النبيلة الحسين سلام الله عليه وما بذله وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة يبقى دوما هكذا يبقى دوما مصباح هدى لمن يريد أن يرى الحقيقة ولمن يريد أن يعثر عليها تتكاثر الجهود وتتوحد الجهود الشعبية والحكومية من أجل أن تنجح هذه المسيرة ومن أجل تعين الناس في تحقيق أهدافهم وفي تحتيغ مقاصدهم النبيلة ومقاصدهم المقدسة تجربة الأربعين وزيارة الأربعين تجربة عملية تعني أن الإنسان يمكن أن تتوحد ويمكن أن تسير مسيرة واحدة وباتجاه واحد إذا كان الهدف واحدا ومقصدا نبيلا مقدسا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى مسيرة الأربعين هي درس نعيشه كلنا ومحطة تأمل في حياتنا تحتاج منا إلى عطاء إلى دراسة إلى تحليل تحتاج من الجميع إلى أن تنشر هذه الأمور وتوضع النقاط على الحروف من أجل أن تبين للناس عظمة هذا الطريق وعظمة هذا الهدف المقدس أشد على يدي القائمين في مركز كربلاء وفي العتبة الحسينية المقدسة الحاضنة لكل عمل خير يرتبط بأبي عبد الله الحسين والتي تذلل الصعابة من أجل خدمة زائر أبي عبد الله الحسين والتي نرى مشاريعها الكثيرة الإنسانية والعلمية والعملية في حياتنا اليوم تبقى أيضا لارتباطها بالحسين سلام الله عليه تحمل تلك الأهداف النبيلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذا المؤتمر وأن يوفق الباحثين لأن يجعل في أبحاثهم وفي مقالاتهم لكي يحققوا كل ما فيه مرضات لله سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طيب أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد كلمة السيد مدير المؤتمر مدير مركز كربلاء للدراسات والبحوث الذي حقا أفاض علينا من أخلاقه وكرمها الأستاذ عبد الأمير عزيز القريش فليتفضل بذكر محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم أفضل التحية وأتم التسليم على محمد وآله الأطياب الميامين اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين السادة أصحاب السماحة والفضيلة السيد الأمين العام السادة الحضور الكرام سلام من الله عليكم ورحمة وبركات بعظيم الاعتزاز والترحيب القلب العميق يسعدني ويشرفني أن أقف أمام جمعكم المبارك تحت خيمة أبي الأحرار وعملاق فلاسفة الشهادة في تاريخ الإسلام والإنسانية الإمام أبي عبد الله الحسين صبط النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وريحانته مرحبا بكم في كربلاء العز والكرامة وساحة الدم الذي هوت على وقع صرخته إمبراطوريات الشر وأودية الضلالة وظل شامخا بشموخ الحق عزيزا بعزة الله تعالى سادة الحضور إن تظاهرة الأربعين الكبرى أمست اليوم من معالم البناء الثقافي للأمة سعيا لإقامة صرح النهضة الإسلامية الحديثة بجوانبها المختلفة إذ أن إحدى الثمار الفريدة لهذه الملحمة الكبرى الإنعتاق من هيمنة القيم المادية على الفرد والمجتمع والتسامي في سماء الإنفاق الذي لا يعرف الحدود والنظير فالملايين من الناس يبذلون لزوار الحسين عليه السلام الغالي والنفيس وينثرون وينثرون قلوبهم ليفترشوها فتنتظم تراتيل روح تبدو من العجائب في عالم تسوده القيم المادية إن كان للمادة قيم سادة الحضور لقد شمخت مسيرة الأربعين ملحمة عالمية منقطعة النظير تجسد الوحدة والتضامن والتلاحم بين المسلمين وعشاق الكلمة الشريفة ودعاة الخير والفضيلة لا تفرقهم لغة أو وطن أو عنصر متجاوزين الحدود الجغرافية والاختلافات العرقية فجاءوا زحفا إلى قبلة الأحرار وسارية العساء وإن لبالبشرية اليوم حاجة مسيسة إلى ارتضاع قيم النبل والكرامة من كربلاء الشهادة في مواجهة حمل قل نظيرها في تأريخ الإنسانية إذ قننت الفاحشة وشرعنة الرذيلة تحت أسماء وعنوانات مستحدثة ما أنزل الله بها من سلطان ولا عرفها تأريخ الفكر البشري على تعدد مشاربه واختلاف توجهاته فجاءنا الغرب بما جعل الله تعالى بسببه عاليها سافلها وما هي من الظالمين ببعيد إن لسان حال الأمة اليوم هو إننا نريد من الأربعينية المباركة أن تتحول فيها الدموع والصرخات إلى شجرة باسقة للمبادئ العظيمة التي في سبيل ديمومتها وإحيائها تدفق الدم الحسيني ليرسم أروع لوحة في تأريخ الثبات والمواجهة والتحدي نريد من ملحمة الأربعين أن تتحول فيها العاطفة إلى قيم سلوكية وشواخص تربوية تصرخ لا وألف لا بوجه الطاغوت المعاصر الذي يريد للإنسانية الإنحراف عن فطرتها التي فطر الله الناس عليها وعن الشريعة التي شرعها لهم تحت أسماء مزغرفة كالنوع الاجتماعي وتمكين المرأة وما إلى ذلك لقد ورد عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الكثير من الروايات في الحث على زيارة الإمام الحسين عليه السلام عام والأربعينية خاصة تبين فضلها وآدابها وآثارها في الدنيا والآخرة لا لحاجة بالحسين للزيارة ولكن لحاجة بالإنسانية للاغتراف من هذا العطاء الرباني والفيض الروحاني والعذب الفرات الذي أراد أعداء سيد الشهداء أن يحرموه منه فددف فقط من هذا الحرمان أنهار من العطاء وبحار من العزة والكرامة فقد روى الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال سئل الصادق أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن زيارة قبر الحسين بن علي قال أخبرني أبي أن من زار قبر الحسين بن علي عارفا بحقه كتبه الله في علين أجل عارفا بحقه لا جاهلا ولا منساقا بالعقل الجمعي فالوعي والمعرفة بحق الحسين شرطان لا بد منهما ليكتب الله تعالى أسماءنا في عليين ولنردد صادقين خاشعين اللهم اجعل لما أقول بلساني حقيقة في قلبي وشريعة في عملي اللهم اجعلني ممن له مع الحسين بن علي قدما ثابت ونحن اليوم إذ نرفل بعطاء الأربعينية المباركة نستذكر الأثمان الباهظة والتضحيات الجسام التي قدمها أبناء هذا الخط الرسالي حتى وقت قريب في عصرنا الحاضر على طريق إحيائها وإن أرغمت أنوف الطغاة وديمومتها وإن كرهت نفوس العتاة من طواغيت البغي والعدوان وليكن لنا قدم ثابت مع الحسين عليه السلام علينا مواجهة مؤامرات السعي لطمس الهوية الإسلامية وإلغاء ثقافتها من خلال ما يسمى بتطبيق الاتفاقات الدولية على الشعوب المسلمة فربض هذه الأفكار المستوردة ونبذها ومقارعة الترويج لها هو الوفاء العملي لنهضة سيد الشهداء وتضحياته العظيمة وفي هذا السبيل بفضل الله تعالى وعونه أقام مركزنا بالتعاون مع جامعات اديالة وواسط وبابل وبدعم مباشر من سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلاء دام عزه مواكب ثقافية لفضح حقيقة الغزو الثقافي الغربي ضد الإسلام وكانت تجربة ناجحة بحق وحققت الكثير من الأهداف الإيجابية وندعو الله تعالى أن يوفقنا لتكون هذه التجربة في العام القادم على نحو أوسع وأفضل أيها الأعزة أن مؤتمرنا هذا هو النسخة السابعة من مؤتمرات زيارة الأربعين الدولية الأكاديمية التي يقيمها المركز وركز المؤتمر هذا العام الذي ينعقد تحت شعار زيارة الأربعين أصالة القيم وعنوان الحضارة على ثلاثة محاور أساسية الأول محور العلوم الإنسانية والثاني محور العلوم الاجتماعية إذ نسعى لتأسيس علم اجتماع خاص بزيارة الأربعين إلا أنه إلا أنما يؤسفنا بشدة أن الباحث الأكاديم العراقي ما زال بعيدا عن هذا الميدان والمضمار المحور الثالث هو محور العلوم التطبيقية وتكفلت به جامعة وتكفلت به كلية العلوم في جامعة بغداد مشكورة الشكر كل الشكر للسيد رئيس الجامعة الذي أبدأ دعما كبيرا في هذا المجال والشكر موصول لعمادة الكلية وأساتيدها على جهودهم الكبيرة فقد استقبلنا 176 بحث من داخل العراق وخارجه طبعا للمحاور الثلاث تم قبول 98 منها 79 منها من العراق و19 منها من خارج العراق سيتم مناقشتها اليوم وغدا في جلسات بحثية إن شاء الله ولا يفوتني في هذا المحظر المبارك أن أعبر عن ألم الشديد بأن نرى دول العالم تضمن مناهجها الدراسية الأحداث التاريخية والوطنية والدينية لتغرسها في نفوس أجيالها ولا نرى لزيارة الأربعين وهي أهم تجمع سلمي عالمي ثقافي دين اجتماعي تكتمل في الصور الكمالات الإنسانية لا نراها تسترعي الاهتمام الكافي والحقيقي لوزارات التربية والتعليم العالي والثقافة وها نحن من على منبر سيد الشهداء عليه السلام نرفع صوتنا مذكرين ومعاتبين للاهتمام بهذه التظاهر المليونية وما تحمله من أفكار نير ومفاهيم سانية تسهم في بناء جيء الواعي يتسلح بالإيمان بالله وحب الناس وحب مجتمع يرفل بالعدالة الاجتماعية وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والامتنان والعرفان لسماحة الحجة المضرال الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه مؤتمد المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة على ما قدمه لنا من دعم استثنائي والشكر موصول لجناب المكرم أستاذي أستاذي درسني اقتصاد بالخامس والسادس الإعداد الحاج حسن رشيد جواد العبايشي الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة لاهتمامه الخاص بأعمال هذا المؤتمر ومتارعاته الشخصية في سبيل تأمين كل المتطلبات التي تسهم في إنجاح أعمال هذا المؤتمر كما أتقدم بالشكر والثناء لكل الأخوة الذين أسهموا في مساندتنا من أجل النجاح وأقص بالذكر الأخوة في مكتب الأمين العام وأقسام العتبة المقدسة وبالخصوص قسم الشؤون المالية والعلاقات العامة والسيد رئيس جامعة وارث الأنبياء والأخوة العزاء في كلية الصفوة الجامعة على ما قدموه لنا من دعم أسهم في إبراز المؤتمر بهذه الحلة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكرا لكم كلمة رئيس جامعة كربلاء الأستاذ الدكتور باسم خليل السعيدي فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على أولاد الحسين وآل بيته الطيبين الرطهار السلام على صحبه والشهداء الصديقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة أصحاب السماحة الأفاضل السيدات والسادة الحضورة جميعاً مع حفظ الألقاب والمقامات أسعد الله صباحكم وجمعة مباركة وتقبل الله أعمالكم إن شاء ونحن هذه الأيام نعيش امتهاء الزيارة الأربعينية هذه الزيارة المليونية التي جاء إليها من خارج العراق وداخل العراق ملايين الزائرين وكانوا يسيرون بمختلف المسافات من خارج العراق وداخل العراق من هذا المنطلق وجهود مركز كربلاء للدراسات بالتعاون مع الجهات الساندة لها في إقامة هذا المؤتمر السابع العلمي للزيارة الأربعينية هذا المؤتمر التي يكون يناقش كافة التفاصيل الاجتماعية والعلمية التي شخصها السادة الباحثين في بحوثهم المختلفة حسب المحاور الموجودة أخواني احنا كوزارة التعليم عالي وأيضا كجامعة كربلاء حقيقة كان دور كبير لوزارة التعليم العالي من خلال توجيهات السيد الوزير دكتور نعيم العبودي المحترم ببذل كافة الجهود لمساعدة والمعاونة في مؤسسات الدولة في إنجاز هذه المهمة إنجاز مهمة الزيارة الأربعينية هذه الحشود لو لا تكاتف الجهود وتضافرها لما كانت النتيجة بهذه المتوقعة لله الحمد كانت هذه الحشود تشعر بالأمان والمشاكل القليلة والتعاون في كافة المجالات لذلك علينا ندرس هذا السر الإلهي لمحبة الإمام الحسين لهذه الزيارة نلاحظ أن كثير من الزائرين أطفال وشيوخ ونساء يسيرون على الأقدام من مسافات بعيدة ولما نسأل الشيخ نراه مريض مثلا ما هذا السر الإلهي لهذه الزيارة كيف يستطيع هذا الشيخ من مسافات كبيرة الوصول إلى كربلاء وفي جعبته الدواء لأمراض القلب والضغط والسكر ولكنه إذن هو هذا سر إلهي حقيقة لذلك هذا السر نرى أنه من الناحية العلمية دراسته من قبل كليات الطب أنه كيف للشخص أن يتحمل هذه المسافات الطويلة وبهذا العمر كذلك أخواني أن هذه الجهود التي أثمرت عن نجاح هذه الزيارة المليونية لها دور كبير علينا أن نسجل هذه البيانات كباحثين ونضع الحلول المناسبة لأن هذه كثير من المشاكل لوجهة الزائرين نحتاج لها إلى حلول في السنوات القادمة فنطلب من السادة الباحثين أن يكون هذه البيانات المسجلة لدى العتبات المقدسة والجهات الأمنية بتحليل هذه البيانات ودراستها ووضع الحلول الناجحة لتجاوزها في السنوات القادمة نلاحظ البحوث التي قدمت في هذا المؤتمر من دول مختلفة وهذا شيء كبير أن هذه الزيارة المليونية بدت تأخذ إلى صدى كبير من دول العالم لذلك علينا جميعا بوضع إعلام مثل ما وضح سماحة المتولي سماحة السيد التسدي لهذه الهجمات ووضع إعلام مضادل هذه الهجمات لتبين دور كافة الفئات لتنظيم هذه الزيارة الأربعينية هذه الزيارة المليونية هذه الحشود السائر كربلاء بارك الله في الجهود ونشكر كافة الأخوة العاملين على هذا المؤتمر من الأساتذة ورجال الدين وكافة الشخصيات وأهلا وسهلا فيهم في كربلاء خاصة الضيوف من خارج كربلاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة عمادة كلية الصفوة للجامعة الأستاذ الدكتور علي زعلان فليتفضل اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم الحمد لله لأحد الصمد الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبة تاريخية عظيمة أن نلتقي اليوم في افتتاح مؤتمرنا العلم الدولي السابع لزيارة الأربعين في رحاب العتبة الحسينية المقدسة وبرعاية ميمونة من لدن الشيخ عبد المهدي الكربلاء المتولي الشرعي للعتبة الحسينية والذي يقيمه مركز كربلاء للدراسات والبحوث في العتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع كليتنا كلية الصف والجامعة زيارة الأربعين وما زيارة الأربعين حدث عالمي إنساني بكل أبعاده المادية والروحية ولا يوجد لها مثيل في العالم وهاهم المسلمون والمؤمنون من جميع أنحاء العالم يزحفون نحو كعبة الأحرار وقائد الإصلاح والمصلحين إمامنا الحسين عليه السلام نعم يأتي إنعقاد مؤتمرنا هذا في فترة عصيبة تعيشها الأمة الإسلامية من حملة شعواء تشنها الماسونية والصهيونية تستهدف الإسلام وكتابه المقدس ونبيه الأكرم نعم أقولها وبملء الفم تأتي زيارة الأربعين في هذا العام ردا قويا على كل الأصوات النشاز التي أحرقت القرآن وأساءت إلى رسولنا الكريم والتي زاد عدد الزائرين فيها على 22 مليون إنسان بمختلف مشاربهم والذين رفعوا القرآن في مسيرتهم هو رد على هذه الهجمة وترسيخ لمبادئ الإسلام وفكره النير نعم هي ثورة الحسين لديمومة الإسلام واستمراره وحربا على الطغاة والفاسدين ختاما اسمحوا لي أن أسجل شكري وتقديري لكل الجهود الخيرة في لجان المؤتمر التحضيرية والعلمية والساندة لما بذلته من جهود في نجاح هذا المؤتمر ومن الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته افتتاح الجلسات العلمية الموصومة بعنوان الإمام الحسين عليه السلام مصدر الحضارة الإنسانية تدير هذه الجلسة الدكتورة ريم الوريمي من تونس وتحاور كل من الدكتور أندرياس جوتسي من ألمانيا والدكتور روني ألفا من لبنان والدكتور أندريو طامسون من بريطانيا فليتفضلوا جميعا فليتفضلوا جميعا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة